وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جراء تدعيات الأزمة الحالية عبر المعابرة البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكركر هذا ويستمر توافد الفارين من العمليات العسكرية في السودان إلى مصر عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين اشتركوا في القناة